محمد الله وبركاته مدرس عنيزة الاهلية اهلا وسهلا بكم مصر المصري معكم اسمي مدرسة الدراسات الاجتماعية ده الصف الثاني الاعدائي دي تعالوا يا حلوات نتكلم على الدرس الاول في الوحدة الخمسة دعائم الحكم والمواطنة الصالحة تعالوا نعرف المجتمع الاسلامي ايه هي الدعائم والركائز اللي بتي اعتمد عليه لقيام الدولة الاسلامية اولا قامت الدولة الاسلامية منذ نشأتها على مجموعة من الاصص التي كفلت لأفرادها ولكل من يعيش على ارضها مجموعة من الحقوق التي كفلها الله للبشر واللي خلقهم ليعيشوا في كونه فهي حقوق لا يجوز تعطلها او الاعتداء عليها بل اعتبرها الاسلام ضرورية زي المأكل والملبس والمسكن لذلك كان المجتمع الاسلامي متميز عن غيره من المجتمعات ليه؟ لانه مجتمع بيؤمن بمبدأ الشورى الشورى يعني الديمقراطية ويحرص على تطبيقها في كل مجالات الحياة المختلفة ولان مجتمع لا يخرق بين الناس بسبب اللون او الجنس لان المجتمع بيؤمن بحرية العقيدة فلم يجبر احد على الدخول في الاسلام يبقى دي بداية الدولة الاسلامية وازاي ابتدت تتكون على قصص لكل البشر بحقوق متمثلة او متساوية دعائم الحكم والمواطنة الصالحة ايه الدعائم اللي بيقوم عليها المجتمع الاسلامي؟ الشورى، المسئولية، المساواة، التسامح والحرية دعالوا نمسك واحدة واحدة ونعرف فيها ايه واحد الشورى، مبدأ هو اسلامي يقوم على استشارة اهل العلم والصلاح والتقوى والامانة في بعض الامور السياسية والاقتصادية والاجتماعية الخاصة بالدولة للتعرف على ارائهم في هذه الامور والقيام بتنفسها وكان الرسول لنا فيه الاسوة الحسنة كان اكثر الناس استشارة لاصحابه وصار على نهجه الخلفاء الراشدين من بعده طبعا الشورى دي كان مبدأ اسلامي قديم حلت محله الآن في عهدنا الديمقراطية تمام نيجي بقى لتاني حاجة من الدعائم التي يقوم عليها المجتمع الاسلامي مسئولية الحاكم والمحكم يعني ايه يا بنات؟ يعني الحاكم او الخليفة لي واجبات ولي حقوق او لي حقوق طيب عليه واجبات زي ايه؟ اقامة العدل الحفاظ على الامن والنظام الدفاع عن الدولة والدين ضد اي معتدي المحافظة على موارد الدولة وانفقها في اوجه الخير ومصالح الامة تغير كمان تعيين الولاة والموظفين المشهود لهم بالصلاح والطقوة طيب طيب في حقوق للحاكم او الخليفة؟ اه السمع والطاعة بالنسبة للرعية المشهورة وتقدم النصيحة توفير صبل المعيشة الكريمة لا؟ نيجي بقى لتالت حاجة المساواة انتوا عارفين الدين الاسلامي بمساواة او بيساوي ما بين البشر بعضهم ببعض ومفيش تفرقة لا باختلاف لون ولا جنس ولا دين ولا غيره واعلن انها من الاصص التي يقوم عليها نظام حكمه مساويا بين الناس جميعا امام القانون والقضاء وبين المسلم والزمي الزمي يا بنات اللي هو اهل الدين او اهل الكتاب زي المسيحيين واليهود او اليهود والنصارى الا في العقيدة والعبادة واموالهم كاموال المسلمين لا يحق لأحد ان يعتدي عليها بل يجب المحافظة عليها وساوى بين الرجل والمرأة الا ما استسند دين من احكام زي عدم وجود وجوب الجهاد للستات او اختلاف الموارث طبعا وكفل للمرأة حقوقها السياسية رابعا التسامح حس الاسلام على التعايش مع الاخرين والتسامح معهم فكان المسلمون اكثر الناس تسامحا وعفوا وبرا ورحمة للناس في البلاد التي فتحوها فعاشت كل الطوائف فيها فعاشت كل الطوائف في كل الدول الاسلامية في امان وامن والكل يتمتع بحقوقه التي كثلتها له الشريعة الاسلامية وعليه واجباته تجاه الدولة التي يحيا في ظلها وقد ضرب الرسول صلى الله عليه وسلم المسألة الاعلى في التسامح عندما فتح مكة في عام 8 من الهجرة لما قال لهم اذهبوا فانتم الطلقاء نيجي بقى الخامسا الحرية لقد قرمت الشريعة الاسلامية الانسان باعطاؤه الحرية الكاملة الغير منقوصة وجعل لها ضوابط حتى لا تصطدم بحريات الاخرين طيب الحريات اللي كان بيدهن المجتمع الاسلامي زي ايه؟ زي الحرية المدنية وهي التي تعطي للفرض الحق في التصرف في ماله واملاكه دون تدخل من الاخرين فيه عندي جمان الحرية الدينية وهي الحرية اللي بتعطي للفرض الحق ان يعتنق اي دين ما يشاء عندي جمان الحرية الفكرية هي اللي بتكفل حرية الفكر بشرط اللي يتصادم هذا الفكر مع نصوص الكتاب والسنة النبوية من حقك تفكري بالشكل اللي ينسبك ويبكل حرية وكل طلاقة ولكن ما يكونش بيعاند او بيختلف مع الكتاب والسنة او يعرضه تعالوا بقى الاخر حاجة في المبادئ اللي بتقوم عليها الديمقراطية التعايش مع الاخرين يعني التعايش مع الاخرين طبعا بتؤمن الديمقراطية تؤمن الديمقراطية بان المجتمع الملك لكل من يعيش على ارضه كل منهم لهم حقوق تسعى الدولة لتوفرها له وعليه وجبات عليه الالتزام بها ليتعايش افراد المجتمع جميعا على اختلاف اديانهم واجنسهم في امن وامان ولا يعتدي احدهم على حقوق الاخر وهذا المبدأ اقره الاسلام وحارص عليه ملخص الدرس يا بنات ان المجتمع الاسلامي بيقوم على الدين الاسلامي ومبادئه السمحة المجتمع الاسلامي بيؤمن بمبدأ الشورى ويحرص على تطبقها المجتمع الاسلامي بيؤمن بمبدأ المساواة ولا يفرق بين الناس بسبب اللون او الجنس او الدين المجتمع الاسلامي يؤمن بحرية الفكر والعقيدة المجتمع الاسلامي بيتعايش فيه الناس اخوة متحابين يرب نكون استفدنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته